انا عايزة عظمي يبقى كويس انتي عارفة ان انا قابلت بنوتة عندها 22 سنة من كتر وابتشرب حاجات غازية بتقولي انا عندي هشاشة هشاف قلت لها ايه ما بقيتش عارفة اقول لها يعني الوضع يبقى عامل ازاي وطلت لحياتي لازم تبادي عند قاتني مش بعرف اكل غربي قلت لازم تبطليه صح فدي كارثة انا تصدمت يعني 22 سنة دي صغنونة خالص لسه ما بالك احنا لما بنعدي بقى العشرين سنة هنعمل ايه ده عايزة اقول لك بنات وولاد في سنة صغيرة بيفطروا بالمياه الغازية ده خطر قوي ده خطر ودي مسؤولية كل قوم الحقيقة طبعا ان المياه الغازية ما تتخذش كده ما بحبش احرم الناس قوي يعني هي المفهول ما تخذ يعني انا واحدة كده ما تتخذش في ناس بيحبوا المياه الغازية كل فين وفين خدي واحدة كان صحيح فاهمة قصدي المياه الغازية بتترد الكالسيام برا العظم ده لازم كل قوم تفهم ولادها ان الكالسيام بيوت المياه الغازية بتترد الكالسيام برا العظم ومش بس موضوع المياه الغازية هي المشكلة انتي بتشوفي دلوقتي فعلا شباب كتير بيشتكوا ضهري كتفي رئابة اه الكتفي الرئابة حرام بيصغيرين فعلا انهم يشتكوا كده الحقيقة مشاكل العظم وبعدين لازم الناس يبع عندها وعي انتي بتقولي 20 سنة عندها مشاكل احنا كل ما بنجبر قتلة العظم بتقل كل ما بنجبر انتي عارفة ان العظم خلايا بتتجدد بنوصل لغاية يعني في نص العشرينات او اخر العشرينات خلاص ما فيش تجديد الخلايا بيبقى قتلة العظم بعملة تقل لازم نحافظ على العظمين طيب ايه المشاكل التانية اللي بتؤدي الى مشاكل في العظم المياه الغازية السكريات عمالة على عبدالطال قلت الحركة تماما التخل قلت الحركة الاكثار في التدخين السجائر واي حاجة تدخين برضو بيقل المشاكل وعدم عدم الاكل الصحي او الاكلات اللي بتحتوى على كالسيوم سريعة دايما الكالسيوم يعني ما احنا ده ما احنا بنعمله خالص احنا اخذنا جيبنا بيضة جيبنا بيضة بالطماطم الزبادي لو بنكله في رمضان صح في ناس متنسى خالص ده لازم ناخد حاجات فيها كالسيوم كمان المكسرات اللبن مش كل الناس طبعا بتشربوا بس لازم طبعا لازم المكسرات وانواع من الخضروات زي البروكري فيه كالسيوم ولازم ادعم الكالسيوم بالمكملات الغذائية اللي فيها الكالسيوم مش عالي احنا يوميا محتاجين انتك الجسم ما بانتكش كالسيوم يوميا محتاجين انتك من الكالسيوم البلغين العاديين مش الحامل الف ميلي جرام كويس الحامل الف ومتين بتزيد طبعا ولازم ابقى مركزة وعارفة ان فيتامين دا لعندي مستوى كويس ما يقلش عن تلاتين هو مفوض من الرفرنس عشرين لا انا بقول نبقى في السيف سايد ما نقلش عن تلاتين في الفيتامين دال عشان فيتامين دال هو اللي بيدخل الكالسيوم جوه العظم طيب من اهم المكملات الغذائية اللي بتدعم الكالسيوم وانا بقول عليه ديلي روتين وبتدعم العظم لانه بيكون لي بيحسن على تكوين خلال العظام ويبقى ديلي روتين ومخافش من ترسيب الكالسيوم او ان الكالسيوم يعلى هو ELP MultiVit او ELP MultiVit ELP MultiVit يعظيمة مكمل غذائي زي ما احنا شايفين على الشاشة رائع يا عظيمة ليه بقول رائع لانه بيحتوي على الكالسيوم بنسبة او تركيزه 70 بس مش مؤذي مش مؤذي ده مهم جدا طيب هل هو فيه كالسيوم بس لا دلوقتي احنا القرص الاخضر بيوريكي احنا عندي 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن لو هبدأ بالزنك الزنك مهم قوي لحاجات كتيرة مهم لكل العاملات الحيوية في الجسم مهم للمناعة مهم لتدعيم الخصوبة للرجل مهم للست اللي شعرها لأي حاجة بتجدد شعر ضوافر مهم للدم عندي فيتامين هي اقوى مضادة اكسادة جسمنا بتأكسد خلايا البشرة بتتأكسد خلايا الجسم بتتأكسد الاكسادة يعني موت بالبطيء يعني بتل في الخلايا بدري بدري فيتامين هي او فيتامين اي رائع كتدد اكسادة فيتامين سي مهم لكذا حاجة كل ده جوه قرص واحد من الفا مالتي فيتامين سي عندي مهم للمناعة مهم لتعزيز نسبة الحديد عشان احاول اقي نفسي من الانامية لان الحديد امتصاصه صعب يا جماعة مهم لتعزيز الكولوجين الكولوجين اللي بينقص بعد سن 25 سنة بينقص تدريجيا الكولوجين من اهم بروتينات جسم الانسان للحفاظ على البشرة وللغضريف والعضل طبعا اللي بيميز البا مالتي فيت كل مرة اقول انه فيه فيتامين بي كومبلكس جميعا زي ما احنا شايفين على الشاشة كل مجموعة فيتامين بي من فيتامين بي 3 6 5 فيتامين بي 2 و 12 اللي هو الكوبالامين والفوليك أسد الفوليك أسد مهم جدا لدعم الصحة النفسية لدعم التمثيل الغذائي والستة الحامل مهم لها جدا لعدم تشوه الاجنة وهو اللي بينتج لي الخلايا العصبية للجنين طيب أنا عندي نحاس كمان داخل أقول لسي سأسألك عن نحاس وقالنا برضو فيديته ايه في ناس كتير بتسأل بتبقى شايفاء حاجة مش مهمة او ما يعرفوش دوره ايه المهم يعني النحاس النحاس مهم جدا النحاس مضاد للشيخوخة من درجة الاولى مضاد للشيخوخة بتاعت البشرة بتلاقي شباب وشعرهم بيبتدي يطلع فيهم أبيض لان عندهم نقص نحاس اللي هو الشيب المبكر نحاس مضاد للشيخوخة بلس ان الزينك مش تشتغل من غير نحاس زي ما احنا اتفقنا فيه فيتامينات بتكمل بعض زي ما انا قلت فيتامين دا اللي معه المعدن الكالسيوم زي ما انا قلت الزينك ومعه النحاس الاتنين ده لازم شغلوا بعض وعلى الشاشة دلوقتي يا عظيمة مميزات هذا المنتج المكمل الغذائي المميزات الاعلى تركيز في الزينك الزينك يعني مناعة وطاقة وذكورة هو فعلا في ضمن الفيتامينز في ضمن الفيتامينز هو فعلا اعلى نسب الزينك انا على فكرة اصلا عملت سيربي عملت سيربي با وحركات شارلو كولمس كده وقعت تمسك تفلي في كل حاجة في الصيدلية ابص واشوف عشان يعني لقيك بتتكلمي بقلبك طبعا فقلت ايه لازم اتأكد طب هو الفروق ايه يعني بس لا لقيت فيه فرق فرق في النسبة طبعا وبيقوي المناعة المناعة مهمة طول الوقت ان انا اقوي مناعتي مش بس شتا يا جماعة انا مبسوطة عارفة ليه لانه معظم الناس بتاخد فيتامين سي مثلا والفيتامين دال معرفش ليه فترة الشتا بنمله اكتر يعني عشان نزلات البرد وكده ممكن فيتامين دال مهم جدا 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 في الشتا لان الشتا ما منتعرضش للشمس المهم الانتاج بتاع كسبليمت فيتامين دال فيتامين دال مهم لكل حاجة في الحياة اللي انا قصد كمان فيتامين سي يعني دايما بالمتاع رغم ان احنا ممكن ناخده في الصيف تموه كويس جوه كابسولة وغير نمبر فيتامين سينا نعم تابع تابع